تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شريكنا في تويتر ويوتيوب مجموعة آر أمفور أرب وشريكنا في فيسبوك رابط ريال مدريدي الرسمية في العرب يبدو أن الريال مر بفترة سيئة جدا بدأت بتعادل مع في الريال ثم خسارة مدوية بعشريف ثم اليوم خسارة جديدة مع اسبانيول الخسارة اللي على الورق كان لازم ما تصير لليوم ولا مع شريف فترة سيئة لأن معظم الأركان الرئيسية في ريال مدريدي بعيدة كثير عن مستوها سواء نتكلم عن مودريتش أو عودة كروس بعد الإصابة أو نتكلم عن هازاردو كاسيمير ومعظم اللاعبين الأساسيين اللي بتبني عليهم الفريق مش موجودين أبدا رح ندخل بتفاصيل هذا اللقاء بس دائما بحب أذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب أو تتركوا لايك في أي مكان بتشوفوا فيه هذا الفيديو عشان تساعدونا نوصل لناس أكثر مباراة اليوم كان المفروض الحافز في ريال مدريدي كثير كبير برشانة منافسة تقليدي والحقيقي لريال مدريد مهما كانت حالكو الحالية عم بيمر بفترة مصيبة كارثية عم بيخسر أمام أتلتكو مدريد وأنت بتعرف أن أتلتكو تقدم عشان ينافسك بس بتعرف كمان بالتجارب الماضية أن أتلتكو تحت الضغط النفسي والذهني عم بينهار لما تلعب معاه سلسلة نتائج إيجابية كان لازم اليوم تبلش عليه الضغط مش تعطيه دافع المعنى وإنه يلا بلش وحاول عالج مشاكلك المباراة بتيجي أمام فريق فايز مباراة واحدة في الدوري حتى الآن ترتيبه 16 على الدوري كل شيء كان يقول أن مباراة إسبانيول كان لازم تكون المباراة اللي تدخل عشان تفوز فيها تحسن فيها ما تفكر فيها ولا تجرب فيها زي ما رح أنشلت لخيار شوي غريب تبديلات كثيرة خيارات ولا لاعب تقريبا في خط الوسط عم بيلعب بمكانه عم بنزل فالفردي وبيحط جنبه كامافينجا ومودريش بشكل أقرب ربما ما قدر أسميه 4-1-3-2 محرية كبيرة لبنزيمة وجونيور في الأمام وكروس لعب مكان كاسيميرو كنت أفهم أنه كاسيميرو جود احتياط نتيجة مستواه بالفترة الأخيرة بس هذا الخيار كان لازم يكون بديله مش أنك تقتل كروس في العمق الوسط في المكان اللي هو متعود عليه مع اللاعب راجع من الإصابة أيضا كان في بعد فترة من الاعتياد عم نرجع نشوف ناتشو برجع قلب دفاع ألابا برجع ظهير أيسر وكأنه أنشلوتي حالف بأله يظل يدفع ثمن أنه هو بيحب اللاعبين وبيعطيهم فرص ناتشو اليوم بالهدف الثاني كان سبب رئيسي فيه وإطلق ريال مدريد الخسارة من تلك اللحظة من ذلك الهدف زي ما شفنا وبالتالي كانه عم بيتعاقب أنشلوتي على أنه في حدود لثقتك بالناس كان فاهم أنا أنه حط ألابا يسار لأنه ناتشو لما يكون عن يسار مردود الهجومي ضعيف جدا فبالتالي هو حاول يحط لعب زي ألابا عنده كرات عرضية كويسة عنده تمريرات بالأرض كويسة للعمق وبالتالي ممكن يفيده هجوميا يعني يفكر هجوميا بالموضوع وراها أنه ناتشو يتعلم دفاعيا وما تعلم وريال مدريد داخل اللقاء خلينا نحكي باستراتيجية هادئة زي ما لازم نتعود مع أنشلوتي حاول يمشي الدقائق شوي شوي أنه عارف أنه أسبانيو الفريق مش تمام فممكن بأي لحظة أسجل هدف وفعلينا ريال مدريد جاءت له فرصتين ما سجل منهم ولكن من أول فرصة حقيقية لا فريق إسبانيول أدريان بحط بظهره ألابا وينطلق بسرعة كبيرة وبيلعب كرة عرضية قوية جدا وهون دي توماس عم بياخد فاسكس وبيكون أسرع منه وبيسجل هدف الهدف طبعا أنت لما تيجي يتلقى هدف تبلش تنطق تشوف هذا وشوف هذا وشوف هذا لكن بالمنطق الهدف هو شغل إسبانيول أكثر من أنه ضعف دفاعي ربما الخطأ الوحيد أنه ألابا سمح لللاعب ياخد الكرة أمامه وينطلق لكن مدون ذلك بعد ذلك أصبح شيء طبيعي أنت سبقتني أخذت عليه ثانية بكرت القدم وبالتالي إحنا سبقناك بثانية وهي العرضية كانت عم تطلع قبل ألابا وقبل الدفاع بثانية واحدة والمهاجم عم بيجي قبل الدفاع بثانية واحدة وبسجل هدف وبالتالي يحسب الهدف لإسبانيول هذا الشيء أنا فهم الناس اللي هتنتقد مدافعين لما تتلقى هدف لكن هذا الهدف بحسبه أكثر لإسبانيول مما أحسبه على يال مدريد ولو شفته أداء فالفردي بالشرط الأول بتقوله شو صار لهذا الولد قرارات كثير خطأ تمرات كثير خطأ بيخسر الكرة بتكون الكراته العرضية مش مفهومة وهذا طبيعي لما تضلك تحط لعب كل مرة بمركزه وما ثبته بمركزه الطبيعي اللي هو بحب يلعب فيه اللي هو أصلا تقلق فيه طبيعي يعطيك مباريات تطلع وتنزل بالمستوى شوفوا التحسن اللي صار مع فالفردي بالشرط الثاني والأداء الأفضل منه بالشرط الثاني لما نحط بمركزه بوضح لك أن المشكلة كانت اليوم الدخول من أنشيلوتي بكثير تغييرات ما كانت اليوم لازم موعدها بس ريال مدريد سواء بالشرط الأول أو بالشرط الثاني بعد التحسن كان يعاني من مشكلتين هدف المشكلتين كثير ريحوا إسبانيول وخلوا يصمد اليوم المشكلة الأولى الريال دائما أيام زيدان كان عنده قوة مهمة كثير اللي هي تغيير اتجاه اللاعب من اليمين لليسار مرورا بكروس ومودريش ترجعت كروس للخلف ووضعت كما فينجا أو فالبردي أو مين ما كان جن مودريش أفقدت الريال سرعة التحول هذا من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين فصار بده تاخد مليون تمريرة عشان توصل بالتالي دفاع اسبانيول تخيلوا معي لما يتحرك من اليمين لليسار ببطء دائما اللاعبين حيظلهم متناسقين مساكرين زوايا التمريض مساكرين المساحات لكن لو أنت تغيرهم بسرعة حيختلوا وحتجي جدد ضربة هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية اللي ما بعرف شو سببها اليوم لأنها ما كانت موجودة من أول الموسم بالفريق الوقوف على الكرة مبالغ فيه كل لعب تجي الكرة لازم تحسوا بحطها قدامه وبيمشي عليها خطوتين وبعدين بقرر شو يعمل هذا الشي كان يبلش من كورت ووناتشو وتوصل للهجوم بنزيم و جونيور كانوا يعملوا هذا الشي كمان اللي هم من أفضل الموجودين اليوم في لقاء اليوم كانوا يعملوا هذا الشيء أيضا الجميع عم بوقف على الكرة الوقف على الكرة معناها تبطئة اللعب معناها الرتم أبطأ معناها أنه حتى نقول دعا عندك خيار تمرير شوفنا بكثير مواقف اللعب بتكون واقف على الكرة وعنده خيارات سهلة للتمريض يا ما منقول اسبانيول سكر الزوايا وأجبر هم يعملوا هيك لا الخيارات كانت موجودة لكن ريال مدريد نتيجة هذا الوقوف المتكرر نتيجة عالم وضوح الأوامر كما يبدو من أنشلوته أنه إلعب من اللمسة خلى اللعب بطيء واللعب البطيء بيساعد أي فريق بحب يدافع زي اسبانيول وأيضا لازم ننتبه أن اسبانيول صراحة أدار معركة الوقت بدكاء كبير اليوم في الشوط الأول بعد الهدف الطبيعي فريق بتقدم على ريال مدريد يرجع وهذا لا هو ما جبل يرجع بشكل مطلق ظلوا دائما لما ياخد الكرة يصعد يحاول استغل في الشوط الأول نقطة كثير سيئة في ريال مدريد بالشوط الأول اللاعب الوحيد اللي مش من الأربع الدفاع اللي فتك كرة هو فالفيردي فتك كرتين البقيين كانوا دائما مش مفتكين مش عم بيحتكوا فاسبانيول اكتشف هذا الشي اكتشف أنه فيه شي غلط بدنيا في ريال مدريد هجوم ووسط في الحال الدفاعية فكان عم بيصعد بهدو يحاول يصنع خطورة أو ربما يدعي أنه بيحاول يصنع خطورة لكنه بصعوده بالكرة للخلف عم بيجبر ريال مدريد يرجع عم بيستنزف الوقت وعم بيستنزف الاياقة البدنية عند بعض اللاعبين اللي هو عارف أنهم مش مية في المية زي مودريتش وكروز وحتى بالشوط الثاني ظل حريص رغم أنه انضغط كثير في أواخر اللقاء أنه يظل يحاول يطلع يحاول يبعد لقدام ما حاول يكتفي بالدفاع لأنه عارف كل طلعة فيها دقيقة ودقيقتين وكل دقيقة ودقيقتين فيها نفس لفريقه إسبانيول استحق معركة إدارة الوقت اليوم واستحق من خلالها الثلاث نقاط طبعا شوط أول وحتى شوط ثاني معظم اللاعبين اللي كانوا يتحركوا هم بنزيمة جونيور بنزيمة جونيور شوفنا بنزيمة بسجل هدف جميل جدا في شوط الثاني وشوفنا بين شوطين أنشلوتي بيطلع كما فينجا ربما لداع الإصابة بس أنا أعتقد هي غيات تكتيكية بغض النظر عن الإصابة ودخل رودريغوف وأخذ الفريق شكل طبيعي منطقي أربعة ثلاث ثلاث صار في جنح أيمن بقدر يربط مع فاسكيس لما يروح بنزيمة بصيره ثلاثة على اليمين في جونيور هناك معه ضهير أيسر وبيقدر نروح لهم بنزيمة صار الوضع كثير طبيعي مساحات الوسط عند مودريتش فالبردي كانت طبيعية أربعة ثلاث ثلاث الخطة اللي أنت تعودت عليها واللي ربما كان لازم اليوم ما تتغير صرنا نشوف فيه ممكن تيجي كرة خطيرة من اليمين كرة خطيرة من اليسار الريالي تحرر شوي ثم جاء التغيير الآخر اللي هو لأربعة أربعة ثلاث بعد ما خرج مودريتش وكروس والفريق صاري لعبد أربعة أربعة ثلاث واضحة لأنه حس أنه بنزيمة معزول بالعمق مش قادر يقرب على منطقة جزاء أنه أسبنيول مسكرينها كويس حط يوفيتش هناك فسمح لبنزيمة صير يتحرك حول يوفيتش ومن هذه الفكرة جاء الهدف الأول ومن هذه الفكرة شفنا الأربعة أربعة ثلاث لما فردت الملعب بشكل جيد كانت عم تمشي كويس طبعا لو هازارد نزل ولعب بشكل ممتاز ربما لجاء التعادل لكن هازارد هو هازارد بهذه الفترة بينزل ما بنشعر فيه بحاول بس ما بتحس أنه عم بحاول ضمن منظومة طبعا هذه التغييرات اللي تكلمت عنها كانت تي جاي بعد النتيجة ما صارت اثنين سفر ونتيجة اثنين سفر طبعا نشوف من الخطأ اللي حصل من المدافع ناتشو والمرور منه بكل سهولة وحسم المباراة بذلك الهدف لما تعدلت الأمور كنت انت خسران اثنين فبالتالي دائما عندك تسرع دائما عندك توتر ودائما أمام الخصم عنده استبساله وعنده فدائية مضاعفة أنا بدافع عن هدفين مش عم بدافع عن هدف سراح أموت وراح أقاتل وراح أفوز وراح أشتري وقت وكل دقيقة عم بستنزفك منها انت عم تتوتر وعم تستعجل وهذا فعليا اللي حصل أنا ممكن أتفهم انه أنشلوتي شاف الخصم سهل قالك خليني أجرب بس الوقت عشان تتصدر الوقت انت بتلعب خارج ملعبك الوقت قبل جولة دولية الوقت بعد مبارتين سلبيات مش وقت تجارب مش وقت أفكار يا كارلو غلط اليوم لازم يتعلم كارلو بخبرته المفروض يتعلم بس اللي بيعرفوا ريال مدريد مع أنشلوتي الفترة الأولى ما بيستغربوا فكرة المباراة الخسارة والثانية مجانا وهذا كان عرض دائما كارلو أنشلوتي قدموا مع ريال مدريد للأندي الأخرى في تجربة الأولى مع الملكي لكن في النهاية لازم ننتبه للريتم والحدة والضغط اللي حطوا ريال مدريد على إسبانيول بآخر الدقائق هذه هي الشخصية اللي يبنع عليها هذا الشي اللي بيخليك تقول الفريق خسر اليوم بس الفريق أظهر دقائق مرعب للخصوم لأنه ممكن أكون خسراني 2-0 وأطلع أفوز بربع ساعة وهذا اللي لازم ينع في ريال مدريد المباريات تحت الثلاث نقاط هيك تحسم المباريات ما بتدخل اللقاء بتعطي خصمك النفس وتشوف شو بيصير وهدوء وكذا وبعدين لا احسن الدوري دائما واقف على الحسم مش واقف أبدا على الذكاء والمكر والاستراتيجية قصوصا لما تكون أنت الأعلى جودة والأعلى خبرة والأفضل لعبين في أرض الملحب ختام يبنى عليه بناء لازم ما يتكرر هذه هي ملخص خسارة ريال مدريد مع إسبانيا اللي بتجيكم من أنا محمد عواد الموجود فيسبوك تويتر إنستجرام وضروري جداً التابعوني على سيفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله